قبل ست وتسعين سنة دخلت الأحواز العربية نفقاً مظلماً لم تخرج منه حتى يومنا هذا فمنذ أن احتلت القوات الإيرانية إقليم الأحواز سنة 1925 ميلادية يعيش الأحوازيون تحت سلطة احتلال تحاول جاهدة محوى وطمسى الهوية العربية عن المكان والسكان بعد أن كان دولة مستقلة لأكثر من 200 عام باعتراف الدولة الصفوية والخلافة العثمانية تقارير حقوقية عديدة تؤكد وجود قدر كبير من المعاناة يواجهها العرب الأحوازيون تحت الاحتلال الإيراني معاناة تتنوع بين الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والإعدامات السرية ومحاربة اللغة العربية في سياق محاولات إيرانية متواصلة لتغيير الخريطة السكانية للإقليم الغني بالنفط والثروات الطبيعية الأخرى حيث يمثل النفط الأحوازي أكثر من 85% من النفط الإيراني بينما كل الغاز الإيراني يستخرج من الأحواز فضلاً عن أن نحو ثلثي الأراضي الصالحة للزراعة لدى إيران متوفرة في منطقة الأحواز بحسب تقارير اقتصادية وفي ذكر الاحتلال الإيراني للأحواز يتداعى الأحوازيون إلى تظاهرات ووقفات احتجاجية في إيران وفي العديد من المدن حول العالم ليؤكدوا أن حق الشعب العربي في الأحواز لن يسقط بالتقادم وأن مقاومة الاحتلال الإيراني ستتواصل حتى تحرير الأراضي الأحوازية تظاهرات تقابلها السلطات الإيرانية بالقمع والقتل في ظل تناس عربي ودولي للقضية الأحوازية